ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه اليوم الضوابط الخاصة بمقترحات مشروعات القوانين المقدمة من مجلس عمان وكذلك نظام التمثيل في المحافل الإقليمية والدولية كما أكد المكتب على أهمية وضرورة مراعاة سرية المعلومات وعدم الإدلاء أو التصريح أو نشر معلومات عن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة التي لا تزال قيد الدراسة وفقا للتوجيهات والنظم القانونية السارية المعمول بها في هذا الشأن كما ناقش المكتب القواعد والإجراءات المنظمة لانعقاد الجلسات المشتركة بين المجلسين كما اطلع مكتب المجلس على عدد من التقارير والمقترحات المقدمة من المكرمين عضاء المجلس حول مشاركاتهم في اجتماعات المجالس الدولية والإقليمية ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة ترجمة نانسي قنقر